الحلقة الشهرية بتاع افلام من حلقة اخبار او اخر الاخبار سواء اخبار محلية او اخبار عالمية وفي الحلقة دي حيبقى فيه حوالي خبرين او تلاتة اخبار من برة وايه اخبار مهمة كنت حاس ان انا لازم اقولها برضو في الحلقة دي بس قبل ما ابتدي حلقة بتاع افلام انا عارف ان انتو بتحبوش الانترو الطويلة هتمنى ان انتو تزبطوني العيقات كتيرة جدا 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 وشار وسبسكرايب للشانل لو لاول مرة طبعا عايزكم تشاركو على الانسكترام بيجي وفيسبوك بيجي وتدوسوا عقراء السنبات عشان تجيلكم الحلقة والبأول ويالله بينا نخش في الحلقة اهلا مساء عليكو انا احمد كمال بتاع افلام مبدأين كده بتاع افلام فعالية الاخبار دي في اخبار كتيرة جدا واخبار عجيبة جدا في نفس الوقت فاحنا هنتكلم ونعلق في نفس الوقت على الاخبار دي اول خبر معانا طبعا تعارفين مدى حبي للفنان الكبير محمد سعد محمد سعد طبعا احنا شفنا خلال الفترة اللي فاتت ان هو كان متصور مع المنتج محمد الرشيدي اللي يعتبر اخر انتجاته او اخر اعماله كانتاج هو فيلم اهل الكهف اللي نزل في عيد الاطحى ويمتصور ايضا مع مخرج العمل الجديد بتاع فيلم لمحمد سعد بعد غياب اكتر من خمس سنين محمد حسين نزل سنة 2019 وده يعتبر اول عمل له من ساعة محمد حسين كفيلم يعني والفيلم بعنوان دكتور عدوى والفيلم زي ما انتم شايفين في الصورة من اخراج المخرج كبير واقع الاحسان وناس كتيرة تفقلت بالصورة دي خاصة ان واقع الاحسان ومحمد سعد الشاركوا مع بعض فيلمين مهمين جدا لمحمد سعد ومهمين جدا لجمهور محمد سعد وجمهور اللي بالملايين طبعا فيلم الليمبي وفيلم اللي بالي بالك الفيلمين دول كانوا اللي اتنين وارا بعد اللي حققوا نجاح غير طبيعي لمحمد سعد وكان اخراج واقع الاحسان ولكن حتى الان من الاخبار عدت افكر كده طب يا جماعة فين مين المؤلفين بتوع العمل عدت ادور فيه مين المؤلف مين المؤلف مين المؤلف عرفت من مصدر المصادر اللي انا جبتها من عنات يعني ان مؤلف العمل ده او مؤلفين العمل ده هي فرقة او مجموعة للتقليف. عملوا قبل كده ايه? عملوا قبل كده المسلسل بتاع محمد سعد اللي هو طبعا اتكلمنا عنه وتكلمنا عن كل حاجة فيه وكل الكلام ده ولكن دي حاجة انا قلقان منها الصراحة. يعني دي حاجة او انا بقولك او من الاول فكرة ان عودة محمد سعد ترجع على مؤلفين خاصة ان انتم عارفين ان انا بالنسبة لي التقليف ده اهم حاجة او اهم عوامل اللي عمل ككل مش عارف. دي حاجة الاني ربنا معهم واتمنى طبعا ان هما ينجحوا فيه ما بعد انها متمناش شر لحد يعني بس يعني كبداية مع محمد سعد ما كانتش احسن حاجة. فهل ده الاختيار المناسب لمحمد سعد ولا ايه الكلام? اتمنى من كل قلبي واتمنى ان محمد سعد يرجع وبقوة ويرجع بقوة رقم واحد تاني كاعلى اراضات ككل حاجة. ده امنية من جوايا ولكن برضو عندي تخوف. وبالمناسبة يعني دكتور عدوى او فيلم محمد سعد اللي هو دكتور عدوى ده هو الكلام اللي بيتقال ان هو ايم بدور يعني محمد سعد ايم بدور دكتور سنان. اما الخبر التاني معانا ومن الاخبار العجيبة جدا اللي احنا شفناها خلال الفترة اللي فاتت. ان احنا شفنا سورة المستشار توركي الشيخ مع كريم عبدالعزيز مع احمد حلمي مع مروان حامد مع جاي ريتشي. المستشار توركي الشيخ كاتب في بوست ان في عمل جديد حيجمع ما بينهم. ما بين مين ومين? مع جاي ريتشي مع احمد حلمي او جاي ريتشي مع كريم عبدالعزيز او ايه الكلام? ده لسه هنشوف خلال الايام اللي جاية. ولكن مؤكد كاخبار وعرفنا خلال يومين اللي فاتوا دول ان الفنان احمد حلمي هيعمل فيلم جديد وحيبتدي تصويره على اواخر عشرين اربعة عشرين يعني اواخر السنة دي بعنوان النونو. وفيلم النونو ده بيتقال ان الفيلم احمد حلمي سوف يجسد دور نصاب. وفي نفس الوقت طبعا بالنسبة لكريم عبدالعزيز في ناس كتيرة جدا لمحوا ان الصورة دي. وخاصة بعد بوست ده في ناس كتيرة قالوا على فكرة يا جماعة صورة مروان حامد وكريم عبدالعزيز واحمد حلمي والمستشار توركي الشيخ في الانترفيو اللي فات قال ان هو من ضمن الاعمال الفترة اللي جاية اللي حينتجها برضو فيلم الفيل لازرق الجزء التالت. ففي ناس كتيرة جدا لمحوا هل يا طارى ممكن يكون احمد حلمي هو اللي هيبقى في الجزء التالت لفيلم الفيل لازرق. وهيبقى بقى المشروع من اخراج مروان حامد. وهيبقى كريم عبدالعزيز واحمد حلمي مع بعض ويتمع مع بعض تاني. وطبعا انتم عارفين اللي اتنين الشاركوا مع بعض قبل كده في مصرحية مسلا حكيم عيون. وقبل كده الشاركوا مع بعض في فيلم عبود على الحدود. وايضا فيلم ليه خلتني احبة. فلو احمد حلمي طالع بدور جديد ومختلف عنه تماما بدور مسلا هو اللي هيبقى الجن في فيل لازرق تلاتة. بس طبعا احنا عارفين وشوفنا في نهاية في لازرق اتنين ان مين هيبقى الجن والله اعلم مش عارف ولا هل هو هيبقى دور الدكتور النفساني اللي هيعالج كريم عبدالعزيز. الله اعلم بس كل الكلام ده هيبان طبعا خلال الفترة اللي جاية. وطالما جيبنا سير الكريم عبدالعزيز برضو عارفنا ان في مشروع جديد هيبقى ما بين كريم عبدالعزيز واحمد عز. بس لسه ما تقالش عنه اي حاجة. وبالمناسبة المشروع مش هيبقى ولاد رزق الجزء الرابع خاصة ان احنا عارفنا. كلنا عارفين ان كريم عبدالعزيز هيبقى موجود في ولاد رزق الجزء التالت. وده اعلان معمول من قبل ولاد رزق تلاتة ما ينزل عموما. ولكن هو مشروع تاني. مشروع اخر مختلف تماما عن ولاد رزق. حيجمع ما بين النجمين. لهم يعتبر انجح نجمين في السلمة المصرية حاليا. احمد عز وكريم عبدالعزيز. اما بالنسبة الاخبار التانية مسلا نخش دلوقتي على مسلسلات احمد الساقة وباسم صمرة وطارق لطفي مضوا على جزء جديد من مسلسل عتاولة الجزء التاني. تقول لي ايه رأيك يا ابو احمد? هقول لك انا معرفش. هل انتو شايفين العتاولة الجزء الاولين ده حلو اساسا? نجح. انا حاضر انكر ان المسلسل ما انجحش? لا. مسلسل نجح جدا. هو انجح مسلسل في رمضان السنة الفاتح. كمن ناحية نجاح وشعبية والناس شافيته والموسيقى وكل الكلام ده? اه. ولكن لا مش درجة جزء تاني يا جماعة. يعني بالافلة اللي اتعاملت بالبعترة بالحصل في النص والجزء التاني كله من المسلسل بطبعا غير الجزء الاوليني برضو ما كانش اعظم حاجة يعني. معرفش بس يعني طبعا مسلسل ناجح. فالمنتج هيبقى بالنسبة له مسلسل ناجح. فانا ليه ما اعملش منه جزء تاني? هينجح برضو. فايه اللي يمنع? فربنا يوفق الجميع بس انا بالنسبة لي مش هبقى متحمس اوي للجزء ده. ولكن في الاول في الاخر هنبقى نتفرج عليه في الموسم اللي جاي بازن الله. وبالنسبة الخبر للعتاولة ده يعني لسه قاري برضو خبر ان الفنانة مي كساب اعتذرت عن الجزء التاني للعتاولة الجزء التاني يعني عموما وقالت ان بالنسبة له شخصيتها انتهت مع نهاية الجزء الاول من المسلسل. اما من ضمن الاعمال برضو اللي انا منتظرها السيف ده هو فيلم اكس مراتي من بطولة ايشان ماجد محمد ممدوح وامينة خليل. الفيلم الخبر الجديد بتاعه ان هما خلصوا تصوير والمفروض الفيلم حينزل الشهر ده. واواخر الشهر ده. يعني حوالي مسلا عشرين سبعة حاجة زي كده. ولكن في نفس الوقت برضو يعني انا يعني كمنتج كمنتج العمل يعني مبدئيا انا شايف ان الدعاية حتى الان لو انتو نويين يعني الفيلم ينزل خلال اسبوعين وهم فيش دعاية خالص غير في السينما يعني انت لو ودخلت السينما هتشوف تيزر بسيط كده للفيلم. فين الدعاية بتاعت الفيلم? فين الاعلانات بتاعت الفيلم? خاصة برضو لو المنتج مش عارف او عامل اسابه ان الفيلم اللي هينزل قدامه في الفترة دي هو فيلم مش استقلال بنجمنا طبعا مش قصدي كده. ولكن فيلم ده من الافلام المنتظرة بقى لها سنين طويلة جدا وفي ناس كتيرة منتظرة ان هيحصل مفاجآت كتيرة في الفيلم ويعتبر اكتر الفيلم الناس منتظر رافع عشرين اربعة وعشرين عموما. ولكن في الاول في الاخر عادي احنا كجمهور هنبسط نشوف الفيلمين مع بعض وعادي وحنتكلم عليهم هما الاتنين. ولكن المهم بقى نيجي دلوقتي للخبر التاني وهو ان الفنان نور النبوي اعلن هو والتيم بتاعه بتاع فيلم الحريفة. تمام? ان فيه جزء تاني من الفيلم والتصوير هيبقى ورائف. وعنوان فيلم الحريفة الجزء التاني هيبقى بعنوان المنتدى. خدوا بالكم يا شباب جدا من الجزء ده عشان انتو بعد النجاح الخطير اللي انتو عمدتو في الجزء الاول لازم الجزء التاني يبقى على نفس الليفل بتاع الجزء الاول ولازم يبقى احلى كمان. خدوا بالكم موضوع ده بلاش نصرع اهم حاجة السيناريو يبقى حلو والفيلم يبقى اقوى كمان من الجزء الاول. وبما اننا جبنا سيرة احمد الساقة في العتاولة حيب اقول لكم ان احمد فاهمي اعلن برضو ان فيلمه الجديد هيبقى مع احمد الساقة يعني هيبقى هما curve 45 ابطال الفيلم والفيلم بعنوان احمد واحمد. الفيلم ده هينزل امتى معرفش ممكن نصف هو ده فيلم احمد فاهمي طاع الصف الجديد اللي هو السف السانة الجاية ولا ممكن ينزل مثلا في موسم راس السنة. من نسبة موسم راس السنة في خبرين على افلام موسم راس السنة. فيلم فرقة مت اللي هو بطولة احمد عز اللي هو هيبقى في حجبة الاربعينات او التلاتيماات حاجة زي كده. وحيقوم بدور زابط. وحيبقى معايف بيشارك في البطولة الفنان عصام عمر. وحيشارك فيه نجوم كتيرة جدا. انا قبل كده في حلقة الاخبار قلت ان احمد عز هيبقى هو متربع على الاراضات في السنة دي. وهتبقى سنة احمد عز. هو بالفعل عملها في ولاد رزق الجزء التالي. ولكن كنت متخيل برضو ان فرقة موت حينزل في نفس الوقت او حينزل في الصيف. عموها ممكن ينزل في شهر تاسعة مثلا ولا حاجة. ولكن فيلم اتأجل ان هو هينزل في اجازة راس السنة. يعني غالبا هينزل في شهر واحد عشرين خمسة وعشرين. ومن ضمن الافلام برضو اللي انا متوقع ان هو هينزل في راس السنة برضو. هو البوستر الجديد لفيلم محمد هنيدي اللي نزل كده من حوالي اسبوع او عشرة ايام. صورة محمد هنيدي ماسك مسدسين. والفيلم اسمه الاسترلين. انا كنت متخيل ان ده هيبقى فيه هو فيلم الجواهرجي اللي احنا بنتكلم عليه بقالنا اكتر من سنتين اللي هيتشترك فيه في البطولة الفنانة مونة زكي. وكنا علنين عنه بقالنا فترة. وقلت مسلا ممكن يكونوا غيروا الاسم. ولكن ده تلع فيلم تاني. وحيبتدي تصويره في شهر تسعة. فعشان كده انا متوقع ان الفيلم هينزل مسلا في شهر اتناشر. في شهر واحد. حاجة زي كده. ولكن فيلم الجواهرجي. انا لسه قاري الخبر ده دلوقتي قبل ما اخلص الحلقة. ان الفيلم الجواهرجي المفروض حينزل السيف ده. هنشوف بقى وان شاء الله اتمنى انا واحد كواحد بحب محمد هنيدي وبتفرج عليه من زمان. اتمنى ان هنيدي يدرك اللي عمله خلال افلام اللي فاتت دي. وان هو يرجع بكوة. ويعرف امته ايه بالنسبة لنا. وان هو لازم يعمل افلام تليق بالجمهور اللي عشقوا بالملايين خلال الفترة. اتمنى اما برضو من ضمن الاخبار اللي احنا اسمعناها خلال الفترة ان الفنان عمري دياب والفنانة نانسي عجرم هيعمله فيلم مع بعض. تمام? هتقول لي ايه رايك في الخبر ده? هقول لك انا انا كاحمد. واحد عارف عمري دياب بقى لي فترة طويلة جدا مش عارفه كشخصية. لأ عارفه يعني عارف يعني الاخبار وامتابع اخبار وكل الكلام ده. يا جماعة عمري دياب على طول بيوصل لمرحلة من المراحل في الافلام كده واللي هو هتحس ان هو بكرة هيصور بعد كده مش عارف بقى هل هو بيقلق? هل هو بيتوتر? وهل هو شايف? لا انا لازم ما بعد عن التمثيل معرفش. يعني فترة من فترات طبعا شركة العدل جروب قالوا ان هو مش هيعمل اي عمل غير معانا وهو هيعمله معانا وكل الكلام ده ومعملش عاجل. بعديها يا جماعة لو تفتكروا انا عملت حلقة من الحلقات كان برضو اخبار ان عمري دياب مضى مع ناتفلكس. وانا ساعت انا فاكر ان انا قلت في الخبر اكيد بقى طالما عمري دياب مضى مع ناتفلكس. فاكيد بقى يعني هيعمل الفيلم ده وما فيهاش بقى يعني خلاص ده بقى ناس كبار وام دورتها. ما تعملش اي حاجة. والموضوع تلع فيستيك واي كلام ولا اي حاجة حصلت عموما. وبعد الخبر اللي انا قريته ده اعتقد برضو ان يعني عمري دياب برضو مش هعمل الموضوع الفيلم او التمثيل. ودلوقتي خلصنا الاخبار يا بتوع افلام المحلية نخش على الاخبار العالمية عايز اقول ان انتو يعني مش عارف انتم تابعيني ولا اقى من زمان انا من ضمن يعني من اكتر الناس اللي انا بعشانهم كان موسلين والنجم من نجوم التفولة هو ميل جيبسن فميل جيبسن حاليا في حالة نشاط. حالة نشاط بمعنى ايه? هو ميل جيبسن يا جماعة من سنة الفين وستة هو تكنسل من هوليوود بسبب ان هو شتم اليهود واسنائه هو سكران وعادي يقول ليهود هم اسباب الحروب في كل العالم والكلام ده في اسنائه هو سكران وكل الكلام ده طبعا هو تكنسل برا واتعمل عليه حملات وكل الكلام ده. بعدها في فترة قاعد يشتم صاحبته وقاعد يقول لها ويهددها بالقتل وكل الكلام ده في نفس الوقت. فصاحبته صربت له المكالمة دي فالناس قال له ايه ده يعني انت لسه شاتم اليهود وشاتم مش عارفة ايه فالوقتي بتهدد صاحبتك بلا. فالكانسل تماما في دل فترة طويل ما بيمثلش وكل الكلام ده. ولكن الناس بتاعتف معه او بتبتدي يعني اللي هو ايه? عادي بقى جماعة خلاص شفنا ناس اسوأ منه بكتير والصراحة وكل الكلام ده. مع فيلم هو مخرج لما بيخرج فيلم فعلا بيكسر الدنيا كلها. كلها. بمعنى ان هو اخرج فيلم بريف هارت. اخرج قبل كده فيلم اسمه امان ده زمان قبل حتى ولكن ما كسرش الدنيا قوي ولكن شوف بقى بعد حمل فيلم اسمه كان جامل جدا واحد من انجح الافلام اللي اتعملت. وزي ما قلتلك فيلم الحربي. ليه بقى المقدمة دي? لان انا بالصدفة بالصدفة لقينا اعلان كده نزل لمارك ولبرج الفنان مارك ولبرج بعنوان فلايت ريسك. فانا حسيت من الاعلان كده وبالبوستر حسيت ده فيلم اللي هو بيه موفي اللي هو من الافلام اللي هو بيبقى فيها اثارة وتشويق يعني اللي هو انت عارف ستناريو والحوار وكل حاجة. ولكن المفاجأة بالنسبالي ان الفيلم لقيته من اخراج ميل جيبسن. فمعنى كده ان الفيلم ده جامد جدا. فانا متحمس جدا للفيلم ده. والفيلم هيعرض يوم 18 اكتوبر عشرين اربعة وعشرين. ليه بقى بقولك في حالة نشاط عموما? لان هو هيخرج برضو فيلمه الجديد اللي هو جزء الخامس. ودي من اكتر سلاسل افلام اللي انا حبيتها في حياتي عموما فيلم من افضل افلام اللي انا بحب اتفرج عليه عموما اللي لازم في السنة اتفرج على الاربع اجزاء. فانا مبسوط جدا ان هو هيتعمل جزء خامس وان هو لبسو كده كده لان مخرج الربعيل فاتت هو كان قريب جدا من ميل جيبسن فهو قال له لو انا مد انا وصيتي لك انك انت تخرج الفيلم ده. فالراجل المخرج توفى وميل جيبسن قال لا دي خلاص وصية فانا لازم اعمل او اخرج الفيلم ده. اما الفيلم التاني اللي بيخرجه وحينزل في يوم 18 ابريل عشرين خمسة وعشرين ما اتفاجئش. هو فيلم جزء التاني. تمام? جزء التاني هينزل السنة الجاية شهر اربعة عشرين خمسة وعشرين. اما الخبر الاخير معانا يا بتوع افلام وانا ما امسوط بالخبر ده وانا بقوله فيلم اسمه ده نازل يوم اتناشر يوليو. هتقول لي ايه يا ابو حميد اي شميانا لونج لاجز. تعرفيني ان انا بحب افلام الرعب. فكرة ان انا لاقي كزا ريفيور انا قصق فيهم جدا برا. وناس كتيرة جدا برا وكده. بيقولوا ان الفيلم ده هو افضل فيلم رعب تعمل في اخر عشر سنين. فدي حاجة تخليني متحمس جدا الفيلم. وان في ناس كتيرة جدا مجمع ان الفيلم تشكيلة من فيلم سيفن على افلام ديفيد فينشير بس بليفل رعب عالي جدا. فدي اهو دي حاجة تعليل لك برضو الحاجة التالتة ان الفيلم بطولة بعد فترة ادمحلال من الافلام رجع تاني خلال اخر سنتين تلاتة كده ركزوا مع افلامه هتلاقي فيها افلام حلوة جدا عموما. فانا مبسوط جدا نيكلس كيتج راجع وبقوة بفيلم ناس كتيرة جدا جدا جدا. يعني الناس اللي شافوه هم احبة صغيرين طبعا من نقاط وكده حوالين العالم. وكلهم اجمعهم من الفيلم ده من اعلى الافلام الرعب اللي اتعملت في الفترة الاخيرة عموما. فانا متحمس جدا الفيلم ده. والفيلم من اخراج مخرج اسمه از بيركنز ده بالمناسبة. هو ابن الممثل الكبير انتني بيركنز اللي كان قايم بدور نورمن بيتز فيلم سايكو من اخراج الفريد هاتشيكوك. وبس يا بتوع افلام ده اللي انظر راهول لكم في حلقة الاخبار بتاعته بمرة دي. اتمنى تكتبولي تحت الكومنتات ايه اكتر خبر متحمسين ليه او ايه الاخبار اللي انتم متحمسين ليه عموما في الحلقة دي. سبولي رأيكو تحت في الكومنتات وهورد عليكم زي ما احنا متعودين على طول وبقى ازلكو ان الحلقتين الفاتوا انا مردتش على الكومنتات وحارد على على الحلقتين اللي فاتت خلال الفترة دي او خلال الليوم ده او اللي بدي كمان. فبقى ازلكو جدا وهورد عليكم في الحلقة دي زي ما احنا متعودين على طول. وفي نهاية الحلقة بتوع افلام اتمنى تزرطوني لايكو كتير جدا جدا جدا. وشاركوا بالشانل لو لاول مرة. طبعا عايزكم تشاركوا على انسي جرام بيديو وفيسبوك بيديو. وتدوسوا على جرس سنباتي عشان تجيلكم الحلقة اول باول. واحلى مساء عليكم.